أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الذي سبق الإعلان عنه في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تنكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض العروض المقدمة بشأن الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وطنية التي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية وأشار مدبولي إلى أن وجود شركات أجنبية كبرى في العروض المقدمة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري وأن مصر لديها سوقا جاذبة لمختلف الاستثمارات لافتا في ذات السياق إلى أنه سبق التأكيد على أن الدولة جادة في طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة وهو ما تثبته الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الملف ترجمة نانسي قنقر